حضرة أعضاء اللجنة تتوجه منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشكركم على ملاحظاتكم القيمة على احترام حقوق الإنسان في سياق مكافح التطرف ونردد وإياكم قلقكم إزاء الاستخدام المتزايد للغة الطائفية التي تغذي التطرف الذي نشهده حاليا في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي فخلال حراك الشعب نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عام 2011 قام التلفزيون الرسمي للمملكة البحرين بإهمال تغطية أخبار الشيعة إضافة إلى السخية من معتقدات المذهب الشيعي حيث تم في المقابل بث خطابات تؤجر الكراهية والحق كذلك قام مقدموا البرامج باتهام مواطنين الشيعة بخيانة الدولة وفي عام 2014 علقت الحكومة البحرينية ترخيص صحيفة الوسط وهي الصحيفة الوحيدة شبه المستقلة في مملكة البحرين وذلك بسبب نشر معلومات يزعم أنها تؤثر سلما على الوحدة الوطنية أما في المملكة العربية السعودية لا تزال الحكومة تسمح وتشجع على خطاب الكراهية ضد الشيعة ففي عام 2014 أعلن وزير الشؤون الدينية في المملكة أن الإسلام يتعرض لهجوم من المشركين وهو مصطلح إزدرائي يهدو في تمييز الشيعة عن غيرهم من المسلمين وقامت الحكومة أيضا باستهداف والسجن المواطنين الشيعة بتهم متعلقة بمعتقداتهم الدينية وفي العام ذاته قامت الحكومة باعتقال عدة أفراد من الشيعة بتهم اتهاك الشريعة وإهانة الإسلام أدت الإيديولوجيا الوهابية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة الصراع المذهبي في كافة أنحاء المنطقة حيث يسمى بغير المسلم أي شخص لا يتفق مع التفسير الرسمي للدولة وقد يواجه أيضا الثائل الجسدي ووجد صحفيون دوليون أن الدولة الإسلامية داعش تقوم بنشر وتوزيع صور من الكتب الدينية الوهابية السعودية في الأراضي التي تخضع لسيطراتها ونحن بدونا ندعو جميع الدول لمكافحة السياسات المذهبية لتساهم في تنمية وانتشار فكرة تطرفي فحضرة أعضاء اللجنة الكرام ما هو تقييمكم لتأثيل فكر الوهاب على انتشار تطرف المذهبي في منطقة الخليج العربي خاصة والشرق الأوسط عامة وشكرا